بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في الفيديو بدا نستعرض عليكم تحديث ويندوز 11 الجديد الإصدار 23471 والمتاح حاليا لنسخة ديف أو نسخة المطورين يعطي هذا التحديث بمجموعة ميزات أو مجموعة طائرات جديدة مسيرة للاهتمام أولا يحصل مستكشف الملفات على مجموعة طائرات جديدة أولا تم إتاحة قسم جالري القسم اللي كنا استعرضناه سابقا في إحدى الإصدارات السابقة من خلال هذا القسم بتقدر أنك تعرض صورك المفضلة بشكل خاص في هذا القسم من الأعلى بيكون في عندك تابويب كوليكشن اللي من خلاله بتقدر أنك تعرض كل الصور المخزنة أو المرتبطة بالتغزين السحابي أو بتقدر أنك تضيف مجلدات من على جهاز الكمبيوتر تحتوي على مجموعة صور خاصة بيك بتقدر أنك تستعرضها بشكل خاص من خلال هذا القسم طبعا هذه الخاصية لتابويب جالري اللي تم إضافتها سابقا في هذا التحديث تم توفيرها للجميع طبعا من خلال بتقدر أنك تضيف المجلدات اللي انت محتاج أنك تضيفها بحيث أنها تعرض بشكل خاص في هذا القسم ثانيا تم إضافة قسم جديد Add Phone Photos أنك تقدر أنك تستعرض صورك اللي موجودة على الهاتف هنا داخل القسم الجديد جالري زي ما أنتم شايفين تم إضافة هذه الأيكونة الجديدة في شريط الأدوات في الأعلى Add Phone Photos بالضغط عليها بتفتح معك رابط على المتصفح من خلاله بتظهر معك رمز QR أو بتبتدي أنك تمسحه باستخدام الهاتف الخاص بيك بشكل تلقائي بيفتح معك على متجر التطبيقات في الموبايل بتاعك بتبتدي في تحميل تطبيق OneDrive الخاص بالموبايل بعد ذلك بتربطه بحساب مايكروسوفت الخاص بيك وبشكل تلقائي بتتم مزامنة الصور اللي موجودة على الهاتف بتاعك هنا على جهاز الكمبيوتر باستخدام أو من خلال هذا القسم ثانيا تم دعم سحب وإفلات علامات تبويب مستكشف الملفات لو أنك فتح عدة علامات تبويب في مستكشف الملفات طبعا دلوقتي من خلال هذا التحديث تقدر أنك تعمل سحب وإفلات لأي علامة تبويب موجودة عندك خارج مستكشف الملفات وبالتالي زي ما أنتم شايفين بشكل تلقائي بيتم مفصلها عن مستكشف الملفات وتقدر تاني بضغطة واحدة أو عملية سحب أخرى أنك ترجعها تاني إلى مستكشف الملفات فدي ميزة مهمة جدا من الميزات اللي كانت منتظرة لتسهيل استخدام مستكشف الملفات أو لتسهيل التلقل بين علامات تبويب مستكشف الملفات فدي كانت ميزة منتظرة بعدما تم توفير سابقا خاصية علامات التبويب المتعددة لمستكشف الملفات الميزة التالية كانت إحدى الميزات المنتظرة أيضا بشكل كبير جدا ودي خاصة بتطبيق بنت تطبيق الرسام أصبح تطبيق الرسام الآن يدعم الوضع المظلم التكيف مع سمة النظام بشكل تلقائي أو تغيير سمة منفصلة خاصة بالنظام من خلال إعدادات التطبيق نفسه إما أنك تستخدم التطبيق بشكل خاص على الوضع اللايت أو الدارك أو التكيف مع سمة النظام دي كانت إحدى الميزات المطلوبة بشدة بالنسبة لتطبيق الرسام إنه يدعم الوضع المظلم فزي ما أنتم شايفين في هذا التحديث أيضا أصبح يدعم الوضع المظلم بما في ذلك تم إضافة عنصر تحكم جديد للتكبير والتصغير داخل التطبيق كان في السابق بيكون في عندك المؤشر ده فقط للتحكم في عملية التكبير والتصغير ولكن تم إضافة عنصر تحكم جديد زي ما أنتم شايفين كده من خلال هذه القائمة للتحكم بشكل أكبر أو بشكل أسرع في عملية التكبير أو التصغير بدقة وبشكل سريع داخل التطبيق بما في ذلك تم دعم خاصية مفاتيح الوصول السريعة داخل التطبيق لتنفيذ مهام بشكل أسرع من خلال اختصارات لوحة المفاتيح زي ما أنتم شايفين كده عند استخدامك للتطبيق فقط بالضغط على مفتاح ألت هيبتدي أنه يظهر معاك اختصار لوحة مفاتيح أعلى كل خاصية عندما تريد تنفيذ مهمة معينة فقط بتضغط على الحرف المقابل لهذه الخاصية وبشكل تلقائي أو بشكل سريع هيتم تنفذها وفي الأخير تم إضافة تغير بسيط على القائمة المنبسقة للشبكات التي تظهر على شاشة القفل لتتماشى مع نمط ويندوز 11 الجديد وبكده نكون استعرضنا على حضاتكم أبرز وأهم الطائرات الجديدة في هذا التحديث لويندوز 11 الإصدار 23471 نتمنى نكون أفدناكم به هذا الأمر وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته